بسم الاياب والابن الروح القدس الان واحد امين موضوع جديد من موضوع تساؤلات كتابية وهنستكمل النهاردة بنعمة ربنا سفر يونان وسفر نحوم في سؤال مهم جدا بيقول ازاي يعني نكتشف او نشوف حنان ربنا من خلال سفر يونان عايزين بس نقول على ملحوظة مهمة جدا احنا مش بنقرأ اصفار الكتاب المقدس في معزل عن بعضها البعض يعني فكرة وجود ربنا في السفر دي فكرة لازم تكون موجودة في كل سفر يعني لازم انا اقعد اقرأ اي سفر في العهد القديم او الجديد ادور فين الرسالة اللي ربنا بيقدمها لي او بيقدمها للكنيسة او بيقدمها للعالم كله في السفر ده فين المسيح في السفر ده فين الرسالة الشخصية بتاعتي في السفر ده وإلا هتحول الإنسان بيقرأ أصفار تاريخية أو أصفار يعني قصصية بس هو مش عايشها أو مش حاسبي عشان كده لما هنيجي نتكلم على مفهوم حنان الله جوا سفر يونان هيحتاج مني أولا أن أنا أكون قاري السفر من فضلك ومن فضلك ما تقبلش أنك تسمع اعتراض أو تاخد تأمل في سفر حضرتك وحضرتك ما قررتهوش ده هيتطلب مننا نحن نخصص وقت أكتر لقرية الكتاب المقدس بحيث تكون تأملاتنا أو إجابتنا على الاعتراضات أو فهم الاعتراضات مش قايمة على آية واحدة لكن قايمة على مفهوم عام للسفر كله لما نحب بقى يعني نتتبع فكرة حنان الله بداخل سفر يونان عايزين نقول أنه الآية في الحقيقة اللي بتتكلم عن أن الله لا يريد موت الخاطئ من السماء رجع ويحيا تنطبق حرفيا وفعليا على تعاملات الله مع أهل نوى الشعب الوثني الأشوري اتنين حتى لما يونان نفسه اللي هو ابن ربنا أخطأ تعامل الله كان مع يونان بحكمة بالغة الشدة زي بيقوله الله أرسل ليونان حوت يعني أرسله شيء وحش المفروض والمفروض الحوت ده يعني يموت الناس بمواصفات الحوت اللي احنا عارفينها لكن ربنا خلى يونان هو كمان يتعلم الدرس يعني الله يتعامل أيضا مع ولاده بشيء آه يعني مش يعني مش هقول حنية لكن بشيء كبير جدا من الحكمة كمان ويونان جوا بطن الحوت وفي الإصحاح التاني من سفر يونان نجد أن السفر ده فيها الكثير من التعزيات ويونان بيتكلم على أن ربنا خرجه ربنا أنقذه طب يا حبي أنقذك إزاي وخرجك إزاي ده أنت لسه جوا بطن الحوت يونان واخد على تعاملات الله اللي مليانة حنية عشان كده عايز أقول دعوة مهمة قوي من فضلك لما تقع في التجربة لما تقع في الديقة قبل ما تتزمر أو قبل ما تطلب من ربنا النجاة منها افتكر الأول أن ربنا ما سبكش في اللي فات عشان يسيبك في اللي جاي وطالما ربنا ما أسرش معاك في اللي فات يبقى مش هيأسر في اللي جاي بس مطلوب مننا أن أنا أقوله في الديقة أو في التجربة من فضلك علمني أن أنا أاخد بركة التجربة دي من فضلك ما تسدنيش أربعة بالرغم من تزمر يونان على ربنا وكان يونان نفسه بيتمنى هلاك الشعب ده على قدين ربنا لكن ربنا ما بطلش نديله دروس وديله درس اليقطينة كمان حنان ربنا امتد حتى للبهايم حتى للحيوانات الغير عاقلة الله تعامل معاها وربنا أنقذ البهايم ويقول له كده في يونان أربعة أفلا أشفق أنا على ننوى المدينة العظيمة التي يوجد بها أكثر من 120 ألف إنسان وبهائم كثيرة قصة يونان في الحقيقة هي تصوير عميد جدا لرحمة ربنا وتعاملاته معنا دعوة عايزيني نوجهها من خلال حلقات برنامجة إسرائيلات كتابية لما نقع في ديء أو في تجربة الله لا يتعامل معانا بمبدأ الفار في المصيادة ربنا مش بيتمنى موتنا ربنا مش بيتمنى تدميرنا ربنا مش بيتمنى الانتقام مننا ربنا دايما مشكلته الأساسية مع الخطيئة أو مع الشر مش معايا ولا مع أخويا ولا حتى مع الشخص الشرير ربنا دايما مشكلته مع الشيطان والشر اللي ناتج من الشيطان علشان كده في أي ديء أو في أي تجربة بس ارفع قلبك قول له رب من فضلك اديني بركة التجربة دي بس من غير ما تكسر اديني أنا احتمل من غير ميأس اديني رب إن أنا أذكر إحساناتك وتعاملاتك معايا من غير ما يكون إنسان جاحد أو متزمر كمان بالرغم من إنه يونان هرب وعمل فعلي في الحقيقة يعني هنقول فعلي لا يليك برجل من رجال الله لكن ما شفناش في السفر ده إن ربنا ميسك يونان باستفه يعني أو قطمه أو قاله انت هتتعاكب عقاب شديد أبدا الله لا يتعامل معانا أبدا بالندية لكن الله يتعامل معانا بلغة الأب والابن تعقيب مهم جدا أيضا إن في قصة يونان بنتعلم إن مش ممكن أبدا حد ماشي مع ربنا ربنا يتخلى عنه وفي عز ما يونان نفسه اتقرر أن يتخلى عن الله ربنا عمل له يعني زي بيقوله كده سمارت جي بي اس وغير له الخطة لصلاحه ولصلاح الناس اللي هيقدمهم عشان كده عايزين يقولي دعوة للخدام والخدمات لما حضراتك تأثر في الخدمة حضراتك بتأثر في حق نفسك لأن الخدمة بيك من غيرك هتتعامل المهم إنك لما الخدمة تتعمل تكون أنت اللي شاعر أن أنت اللي محتاج للبركة الخدمة بيك من غيرك هتتعمل تعالوا نصلح مصطلحات بدأ ما نقول أنا رايح أدي درس مدرس أحد اسمها رايح أخد بركة درس في مدرس الأحد بدل ما أقول أنا بغدم الناس الفنانين لا أقول باخد بركة الناس الفنانين نحن لسنا أصحاب فضل في الخدمة ولا في الكرازة العجيب أيضا إن في القصة دي أن الله بيلمع بينور بيعمل هايلايت على دور النوتية لهم كانوا ثانيين وفي الحقيقة يذكر عملهم وإن هم كانوا ناس يعني عندهم ضمير حي وضمير صاحي وضمير بيبحث إزاي يخرجوا من المقذك ده عن طريق إن هم يعبدوا ربنا صحيح هم ما كانوش بيعبدوا الإله الحقيقي لكن على الأقل جواهم بزرة نور بتدور فين هو الإله الحقيقي ده عشان كده عايزين نقول ما تستهونوش بدورنا كلنا حتى لو لم نكن متخصصين في الكرازة أو لو لم نكن متخصصين في علم من علوم اللهوت إحنا لينا دور في الكرازة لينا دور إن إحنا نشاور على ربنا لينا دور إن إحنا نحبب الناس في ربنا وبدل ما نكون إحنا وسيلة من وسائل تنفير الناس من ربنا نكون وسيلة من وسائل جذب الناس لربنا عايز أفكر حضراتكم في الحقيقة بعبادية وإحنا خدنا في حلقات تسائرات كتابية سفر عبادية وأرجو أن حضركم ترجعوا على اليوتيوب أو على الصفحة الرسمية لقناة كوب تاكسات وتدوروا على تساؤلات كتابية عبادية عبادية السفر ده انتهى بهلاك أدوم وإنه هلوء أدوم رمزة للشيطان وعامة للشيطان ومعنى انتهاء السفر بهلاك أدوم هو انتهاء أو هلاك الشيطان وبعد كده اتكلم السفر عن إقامة صهيون أو إقامة الكنيسة الكنيسة سترث وتمتد شمالا وجنوبا وشرقا وغربا المهم لما الكنيسة تمتد يكون لي البركة في أن أنا شارك في الكرازة دي لكن سفر يونان بيعلن صراحة أن الله مستعد يقبل التوبة مهما كان حالتك وخطيطك ووضعك الله مستعد يقبلك لكن عايز أفكر حضركم أن سفر يونان تكملته هو سفر نحوم بتكلم على الخط التاريخ بتاعه بتكلم على تكملة القصة بتكلم على تكملة يعني علاقة الله بهذا الشعب أنه في الآخر هذا الشعب لما جوم أولاد وأحفاده وبرضه ما مشيوش أو كملوا في التوبة اللي بدأها أجدادهم هم كمان راحوا لسكة الهلاك وكأن تعامل الله صريح جدا تمشي معايا هكون معاك هتديني ظهرك أنا كمان هرفع عني مرحمك وتتعامل بالعدل اللي هيكون فيه كل واحد ياخد أو يكافأ حسب عمله كمان في هذا السفر لازم نتكلم كده عن الاعتراضات حبائي وأعزائي المشاهدي برنامج تسيرات كتابية النهاردة أولادنا بتعرض لهجمات شديدة جدا من المشككين أو الناقضين اللي عايزين ينقضوا الكتاب المقدس من أساسه وبالتالي إحنا فيه أمور كتيرة جدا تربين عليها دي مش ثوابت عند كل الناس إحنا شايفين مثلا قصة يونان دي كل الناس عرفينها كل الناس بسدقينها لا فيه دايما الشيطان ماشي في خط أنه يزعزع الثوابت والأمور اللي تبانى عندنا أن إحنا أمور مفروضة الناس كلها تعرفها ويطلع لك منها شكوك تبعيدك عن ربنا أول حاجة والسؤال دي إحنا خدناها قبل كده في الحلقتين اللي فاتوا ليه هارب يونان من تنفيذ أمور الله قبل ما نجاوب على السؤال ده عايزين نتفع على تفاق من فضلكم قبل ما تكرر تتأمل في سفر أو قبل ما تكرر تكتب كومنت على أحد الشخصيات اللي موجودة في الكتاب المقدس أو قبل ما تتكلم في موضوع عقيدي أصلا أو تعلق أنت مع أو ضد اسأل نفسك الأول هل أنت الأول درست الموضوع ده؟ هل أنت الأول فهمت الموضوع ده؟ هل أنت الأول فهمت السفر ده بيتكلم عن إيه؟ هل أنت فهمت إيه أبعاد التاريخ وأبعاد الأدبية والأبعاد الثقافية اللي كان بيعيش فيها النبي أو الشخص اللي أنت هتتكلم عنه من خلال كتاب المقدس ده؟ من فضلك لو حضرتك مش دارس كويس لو مش قارئ جيد بلاش حضرتك يبقى ليك رأي في أمور ممكن تسيء ليها برأي غير متخصص أو رأي يعني واخد فكرة عن الموضوع بصورة شاملة نبدأ نجيب السؤال ده ليه يونان هرب من تنفيذ أمر الله؟ واحد نينوى لها كانت عاصمة مملكة أصور ألد أعداء المملكة الشمالية كانت في الحقيقة يونان بيتمنى خرابها لأنه عارف العداوة اللي هي بيكمنها هذا الشعب لمملكة إسرائيل اتنين ربما يكون يونان خاف من شر الوثانيين الأشوريين وإحنا قلنا بعض الأمثلة منها هنقررها تاني واحد واحد من ضمن ملوك أشور وقت من الأوقات لما بدأت بابل تحصره جمع كل عيلته وكل النساء وكل بناته وكل أولاده في أصر وولع في الأصر كله ويعني قتلهم بإيده بدل مغيره يقتلهم اتنين كانوا بيسلخوا الأصر أحياء يعني جيبوا الشخص يسلخوا جلده وهو حي معانا في تعذيبه وعلشان يعني يبعاتوا رسالة للجيوش التانية إن لو دخلتوا حرب معانا وقعتوا أصره مش هنرحمكم تلتة كانوا بيقطعوا رؤوس الأصره ويعلقوا هذه الرؤوس في أصره أخرين وبالتالي يموت هذا الشخص اللي متعلق في رقبته يعني رقبة واحد تاني من الخوف أو من الريحة الصعبة بعد ما تحلل هذه الجمجم كانوا بيقطعوا الأنف أو الودن أو أطراف الصوابع بتاعة الأصره ويلعبوا يلهوا بيها كانوا بيضعوا الأصره والأمراء المهزومين في أكفاص من حديد ويعني يمعنوا السخرية والاستهزاء بيها وفي الآخر ممكن يولعوا فيها تمام زي ما حشفنا بعض الفيديوهات لداعش أو غيرها من الجماعات الإرهابية ما كانت بتعمل في الأصره اللي بيمسكوهم نقطة ثالثة بقى دي نقطة مهمة قوي يونان كان يعرف أن ربنا رحيم يونان فاهم وقالي كويس قوي خط تعاملات اللهم على الإنسان أن رحمة ربنا دايما سابقة على عدله فهو عارف أنه هو يروح يبلغهم رسالة لو الناس دي بدوا أو يعني أظهروا أي مشاعر توبة ربنا يرحمهم يبقى هو كده ظهر قدامهم كدب أربعة ذهابوا لملك أشور تعتبر خيانة عظمة لملك إسرائيل لو الجواسيس أو الناس اللي بيبعاتوا الأخبار للملك بلغوا بيها وبالتالي هتبقى قدامه كارثة كبيرة جدا أنه أصبح خين وطني قدام الملك اللي في إسرائيل خمسة في الحقيقة أنه نبي من إسرائيل يروح لشعب أممي بغض النظر بقى عن علاقة هذا الشعب بالشعب الواتني ده هي حاجة مش على مزاج يعني فكرة بان إسرائيل حاجة هم ما تعودوش عليها حاجة ما تربوش عليها شعب إسرائيل شعب مش كرازي مش بتاع كرازة هو شعب محلي يعني هم دايما يتقال كده في الكتب أن الديانة الليهودية هي ديانة محلية يعني ما يحبوش رسالة ربنا تخرج للأمم هم شايفين الأمم كلهم ما يستهلوش الكلام ده شايفين من سر قوتهم وتميزهم أن هم لوحدهم حصريا ليهم علاقة بإله إسرائيل طبعا هذا الفكر كان فكر خاطئ والله أظهر ليهم في أكثر من تعامل وفي أكثر من سفر في العهد الأزيم أن الله مش محدد بتعاملات شعب ومعين الله لكل البشرية عشان كده يعني يونان كان يتمنى أن ربنا يبعثوا لشعب أحسن أو لجماعة من جماعات إسرائيل أو على الأقل تبقى يعني منهم فيهم زي ما بيقولوا لكن يبعثوا لشعب أممي الفكرة دي مش آآ يعني متمرنين عليها كويس مش وغدين عليها مع كل الأسباب اللي قلناها دي والأسباب التي تبدو منطقية وتدي المبرر لهروب يونان لكن في الحقيقة نحن لا نعذر يونان بصفة نبي المفترض أن يونان يكون فاهم أن الله لا يخطئ وطالما الله أرسله أنه يكرز لشعب يبقى أنت واثق في ربنا أن ربنا رحمته عدلة وعده رحيم وعنده رؤية خلاصية لكل العالم يبقى المفروض أنك ما تشكش في تنفيذ خطة ربنا اتنين طالما ربنا بعتك يا يونان للشعب ده ما تشغلش دماغك إلا هيحصل ربنا هتدي لك الإمكانيات ودي لك النعمة والبركة وهتشوفها بعينك كف وانتظر وانظر خلاص الرب استنى وشوف واعتقد كان يشوع بن نون أشطر من يونان في الحتة دي ما كانش بتناقش مع ربنا ربنا يقول له روح لف حولين المدينة دي سبع تيام وفي اليوم السبع تلف حولنا سبع مرات ولأ أسوار تقع شفتاش يشوع ويقف قال له يا رب إزاي الكلام ده الكلام ده باش بالمنطق أبداً اللي انت شايف ورب نعمله يقول معلمنا بطرس في الحقيقة في الصحة الأولاني صحة الرابع ليكن كل واحد بحسب ما أكد موهبة يخدم بها بعضكم بعضاً كوكلاء صالحين على نعمة الله المتنوعة لو سمحت اخدم بالربنا دهولك وكون متأكد أن الله لن يتخلى عنك وبعد يقول في معلمنا في رسالة معلمنا بطرس الأولى صحة الرابع بيكمل العدد 11 وإن كان يتكلم أحد فكأقوال الله إن كان يخدم أحد فكأنه من قوة يمنحها الله لكي يتمجد الله في كل شيء ولا تشيل هم هتقول إيه ولا تاخذ القوة منين ولا تشغل دماغ بالتفاصيل دي ربنا قال لك اعمل اعمل وبعد كده نشوف طيب السؤال اللي جايه ده الحقيقة سؤال مهم جداً وهنترح أو يعني ممكن نقفد به حلقة النهاردة إيه معنى كلمة شعب الله المختار وهل الله لا يتعامل إلا مع اليهود وكان تارك بقية العالم عايزين بس نقول على حاجة على نوعية هذه الأسئلة السؤال ده لما بيتسئل وإحنا بنضرب قدامه لخمة أو بنحس نحنا مش عايفين نجاوب ده شيء بيزعل لأنه ده يقول إن إحنا مش قريم كتاب المقدس كويس هقول بس كده على حاجة الشطارة مش نرأ كتاب مقدس الشطارة إنه نفهم الكتاب المقدس يعني إيه يعني الأباء دايماً كانت مشكلتهم مع هراتيكا والوثانيين مش في النص اللي موجود معاهم لأن النص اللي مع أريوس هو النص اللي كان مع عسناس الرسول لأصل النفس النص اللي كان مع الأباء المدافعين الأرثوزكسيين الحقيين هو نفس النص اللي مع المهارتقين الفرق بينهم مين فاهم إيه النص ده بفهم إزاي فإحنا دايماً عايزين نقول إيه مشكلتي مش في النص مشكلتي أنا فاهم إزاي النص عشان كده لما حد يسألك السؤال ده لازم تسأله أول سؤال حضرتك قريت إيه في الكتاب المقدس تفهم إيه عن الكتاب المقدس إيه الأصفال اللي قريتها عن الكتاب المقدس بالتالي محدش يضحك علينا ويعني زي ما بيقوله كده أنا أسف في اللفظ يبعتنا في سؤال لأ رقم واحد حرج بتقول أن الله ليه شعوب وشعوب حضرتك قريت إيه من الكتاب المقدس غالباً الإجابة هتبقى قالوله أو سمعت أو اللي أنا أعرفه كلها إجابات سطحية تدل إن هو مش عارف حاجة في الكتاب المقدس واحد الله يدعو كل العالم وكل الخليقة للتعامل معه أول مثل إن إحنا شفنا تعاملات الله مع نينوة من خلال يونان نبي من أنبياء إسرائيل اتنين اللي راجع فينا قصة بالعام النبي الكذاب الوسني نجد إنه من أكتر النبوات اللي تقالت عن التجسد أو يعني كانت ظهرة قوي وبعض النبوات التانية عن مجد الكنيسة لخلال خمس نبوات قالها بالعام لعله هو يفهم إن ربنا ممكن يشتغل معاه لكن هو ما كانش مركز مع ربنا هو كان مركز على عطايا اللي ممكن تجيله من وراء القصة دي سفر أيوب كله على مدار إصححاته بيتكلم على تعاملات الله مع شعوب غير يهودية تكلم مع شعب أممي أيوب نفسه كان أممي والله تعامل معاه وفرده إصححات كاملة وسفر كامل بتتكلم كيف يتعامل الله مع أيوب ومع المحيطين بينه عشان كده فكرة شعب الله المختار معناها إنه ده شعب ربنا بيعده عشان يقبل الدعوة ممكن يقبل وممكن يرفض ما يشتغلش معاه عشان كده تلاقوا إنه من أكثر الشعوب اللي قومت ربنا بالرغم إنه كان شعب مختار الشعب اليهودي وأكثر الشعوب اللي قبلت ربنا بسهولة الشعوب الأممية شيء غريب جدا عشان كده عايزين نأكد بس على فكرة كلمة مختار معناه إنه مختار ومدعو للخدمة ولقبل دعوة ربنا لكن لأن الله لا يفرد نفسه على أحد ولا يفرد إرادته على أحد فتكون هنا شعب الله المختار بإرادة الناس دول إنهما يخدموا معاه ممكن يقبلوا وممكن يرفضوا رومي 11 في حقيقة بتتكلم على المفهوم ده إن اليهود اللي هما من العهد القديم دول كانوا الزيتونة الأصلية والزيتونة الأصلية دي منهم اللي آمن واستمر في الزيتونة الأصلية ومنهم من رفض وبالتالي رفض إنه يستمر رغسل في هذه الشجرة أو الزيتونة العظيمة والله اختار الأمم وأخذ بيهم مكان جديد أو أخصان جديدة طعمت بيها الزيتونة الأصلية رجعوا يوناء روميا 11 هناخد المرة الجاية بنعمة ربنا في حلالات اللي جاية استكمالا الاعتراضات والتساؤلات اللي بيصيرها المشاككين أو الغير فاهمين فهمة جيدة نصير كتاب منقدس وده ربنا المجدام أبديا الأبد اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة